نظام الأحوال الشخصية الجديد حسم الجدل حول ظروف وقوع الطلاق في لفظ علي الطلاق وأضافوا أن النظام فصل في ذلك وفق ما أخذ به المنظم في نظام الأحوال الشخصية إذ أن مقولة علي الطلاق مع عدم نية الطلاق يقع يميناً لا طلاقاً وعليه كفارة يمين للحديث أكثر معنا عن المحامي ومستشار القانون أستاذ أحمد المحميد حياك الله أستاذ أحمد الله أحييكم ومستيكم بالخير جميعاً لكم وأستاذ عبداليز وأستاذ نوها والسيدات وأستاذ المشاهدين الكرام حياك الله يعني تعرف هذه الكلمة دارجة عند كثير من الناس وهي كلمة مزعجة ولكن كيف ترى هذا القرار؟ أول شي خلي هنيكم حسم الجدل خلي هنيكم على استيديو الجميل نورتنا عدري يوم زدته جمالاً اليوم ويليك فيكم الله يوفقكم إن شاء الله شكراً أن حصلت الضوء على هذا الموضوع لأنه فعلاً في كثير من الشباب يأخذها من باب المرجل أو من باب الكلام وفي العزائم وفي المناسبات يلزم عليه الطلاق النظام طبعاً لم يتحدث عنها بصيغة مباشرة ولكن يفهم من النظام الذي جاء أفرد فصل كامل لإنهاء العلاقة الزوجية التي تقع في أحد أساليباً وهو الطلاق بجانب الفسخ وبجانب الخلع أو الوفاة فهو واحد من أسباب انتهاء العلاقة الزوجية عرفه النظام الطلاق أنه انهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين صحيح ويقع بصيغتين صيغة النطق الصريح والكتابة اللفظ الصريح يتضمن فيه لفظ نوعين لفظ صريح ومباشر ولفظ الكناية الكناية والشو اللي زي ما تفضلت اللي يقول عليها الطلاق اللي يقول والله ما تطلعين اليوم إذا تعلق بشرط واقف أو تعلق بتكذيب أو تصديق أو يمين فهذا هنا يعتمد عن النية اللفظ الصريح اللي غير مباشر الغير صريح ولكنه بشكل عام إذا ثبت أنه نيةه الطلاق فالطلاق يقع إذا لم يكن يقصد نية الطلاق فهنا الاختصاص لمن للمحكمة الأحوال الشخصية وللإفتاء يفتون في الموضوع ويعرفون مدى نية الرجل بموقع الطلاق يمكن تكون تأديب يعني لها ممكن نية أخرى مختلفة تماما لذلك النظام وضح وكان صريح قال يقع بالكناية اللفظ بالكناية الكناية والشي قال لي أنه ليس القصد المباشر وإنما ربطته بشيء ثاني كيمين أو تصديق أو تكذيب وخلافه أحيانا متى يكون مشكلة لما المرأة تتمسك فيه تقول لا نوقع علي الطلاق أيوة هنا يشيكون الموضوع هنا يكون الجهة الفصل الجهة الاختصاص طبعا لا يعتمد يفتي النفس ويقول أنا نية كذا أو لا لا فيه مصدرين اللي هو الإفتاء أولا ومن ثم محكمة الأحوال الشخصية لحسم النزاع طبعا الطلاق حينما يكون مباشر طبعا ما رح ندخل بالمتاهات اللي هو البينون الصغرى والبينون الخبرى لكن هنا عين مندبة يرتبط بيمين أو يرتبط بشرط أو يرتبط بتصديق أو تكذيب أو منع أو شيء فهنا يعتمد على النية حسب ما ورد في النظام المادة 78 شكرا للمشاهدة